يكرر السوداني سياسة سابقية بإطلاق الوعود التي لم يرى العراقيون تنفيذ أي منها على أرض الواقع منذ أول حكومة جاءت عقب الاحتلال الأمريكي للبلاد السوداني وفي آخر تصريحاته قال إن العراق سيعتمد خلال السنتين على الغاز العراقي لتشغيل محطات الكهرباء وإن المسار الخاطئ في هدر الغاز المحترق سيتوقف خلال أعوام انقطاع التيار الكهربائي عن العراقيين يصل إلى 16 ساعة يوميا ويفاقم من معاناتهم فيما تلقي وزارة الكهرباء باللوم على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران التي تبيع الغاز للعراق لتشغيل المحطات الكهربائية وتتنصل من مسؤولياتها ومسؤوليات الحكومات المتعاقبة والتي هدرت والتهدر الغاز المصاحبة لاستخراج النفط الذي ينير العراق والدول المجاورة فيما لو تم استغلاله بذل التفريط به الإطار التنسيقي لم يكن غائبا عن المشهد فلعبت دور نفسه وحمل واشنطن وعقوباتها مسؤولية أزمة الكهرباء مضيفا أن عدم موافقة الجانب الأمريكي على تحويل الأموال العراقية المرصودة لصالح إيران والبالغ أكثر من مليار ومئتي مليون دولار أمريكي تحت بند العقوبات المفروضة على طهران هي سبب أزمة الكهرباء في العراق تصريحات يرى مراقبون أنها مجرد تهرب من المسؤولية وإلقاء الفشل على الآخرين وتعكس ما وصلت إليه أحزاب السلطة الولائية التي بات جل همها إرضاء إيران وتنفيذ أجنداتها ومصالحها على حساب العراقيين والعراق الذي بات في أواخر قوائم الترتيب العالمي على كافة الأصعدة والمستويات